حبيبتي في كتير شغلات لازم نحكي فيها اكيد حبيبي من وين بتحب نبلش؟ عنك كاست الشاي شو حاب نعمل المسا؟ ما بعرف انت شو جايع بالك؟ شو رأيك نتفرج على فيلم عندي؟ سي دي؟ ايه؟ هلا ازا سألونا من قيمة علاقتنا نحنا شو بدنا نجاوب؟ كأنو شايفك فتة بالجود غري في مجال ما تشدي على حالك لاني بخاف اضعف وهر قدامك شو هالبنات هي يا جماعة؟ لك انت هيك طبيعتك ولا ستايلك الجديد هيك عم يفرد؟ هلا ستايلي هيك عم يفرد؟ انا ترباية شوارك اصلي عالخالص لكم معاجبك عاجبني كتير مرحبا تولي بخانهم فاضي؟ عايشة جوا عندها جوري بعرفة فياد مراد فيك تتفضل خانهم ناطرتك الشاب ياللي سألتي عليه بيكون هاد ايه اه تمام انا رح ارجع على المكتب وبس تفضل تولي بخانهم خبريني عملي معروف اه خليكي هون اذا بدك اصلا هي ناطرتك رح اتوقع هلا على اوراء مراده وبعدين بتفضل طيب ايه بس هو بيعرفك شافك وان عجب فيك كتير الشاب كتير اكابل لانه قبل ما يوافق ابوكي ما حب انه يحكي معك بالموضوع اتوقع اي جوري جبت الملف اللي بخص مشروع عاكف بيك قاعد قاعد حلوين كتير قاعد 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 اشتركوا في القناة احكي لقلك ألو نعم انت اللي اتصلت لا بس موبايل مع الله اكيد دقل عندك بالغلط انا مشغولة شوي هلأ منحكي بغير وقت طيب جوري لك شو عم تعملي هون بها البرد لك شو دخلك ليش عم تضل تلاحقني عطول ومين قالك اني لاحق تولي بخانم بالداياكي قالت في زبور رح يجي والسكرتيرا خبرتني انك هون لهيك اجيت ماشي اسلموا لك شو قصة عم تعمليني معاملة واحد مجنون وبدك تهرب منه وانا بلشت الداياك عم حاول اتواصل معك بشكل طبيعي ومعاش بك معك حق ما انتبهت على حالي ما لي عم جمعها هالفترة ما عم تجمعي هالفترة لك شي مرة بس خلي مخك مركز شوي والله ساعتها لا اعمل عرس على فكرة مو بس انت عندك شغل يشغلك وانا كمان عندي ايزا بدك تشتغلي بتزلينا شاه ما بقدر تكون معك تولي بخانوم جوري خير شو في جوري انا برجع بحكي معك لا جوري خير شو في احكي لا محب بازعجك برجع بعدين جوري لا ما في ازعج ممكن تحكي هلا تعي اه يعني انا كنت بدي اطلب منك تديري بالك من نور ليه شو السبب يعني هو بيضله احساس طبعا بس خايفة دعيه لجهاد كيف يعني خلاص بكرة بحكي جاوبيني هلا لو سمحتي الحقيقة هي خلال فترة اصيرة تقربت من جهاد زيادة شو يعني جوري خايفة بطلي تكوني الشخص اللي ما في جهاد يتخلى عنه ليكون بدك يا بس اليك وانه ما يقدر يتواصل مع حدا غيرك ويتعطى معه انت هاد اللي عم تتمحيله لا انا مستحيل فكر به طريقة جوري اذا جهاد بيهمك وضع كل هالقد المفروض تخلي يطلع من السجن اللي عايش فيه وتفرحيله كمان بتوافقيني ما ايه طبعا طبعا حلو تصبحي على خير تلاقي الخير هانا ازلكم شو جوري انا بدي ظل عم حبك كل حياتي وضمك هيك لقلبي لاخر يوم انا كمان بتمنى ظل بحدناك كل عمري ياريتهم بيوقف الزمن تبكر 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 حلو رقم لأ الا مونا استنيني دقيقة هاك عم بسماعيني؟ ايتو لي بخانوم ركزي معي بتنفزي اللي بقلك عليه بالحرف الواحد بس بعدين فورا بتنسي اللي رح اطلبه منك مرح اكون موجه اليك ما بتحكي ولا حرف فهمت علي ما هيك؟ ايتو لي بخانوم فهمت لك عم بسماعيني منيح ام ركتو لي بخانوم لا تحمليهم ابدا رح ابعتها باي طريقة ولا يهمك طبعا متل ما عبدك ما علش تردي؟ قالو نعم تركي شغلك وطلعي على مكتب عاكف بيك فورا بدو ياخدك معه على المكان الجديد يلي يشترى وبتعرفي شو رح تساوي اي بس تولي بخانوم جوري رح تتأخري لازم تلحي قبل ما يطلع لكي انا ما دخلني بعدين طيب مونا انا طالعة عن اذنك تولي بخانوم حكيت معه ورح تطلع لعنده ممتاز قوعك تنسي انا ما طلبت منك تحكي مع حدا حضرتك ما حكتيلي شي ابدا ممتاز ممتاز اشتركوا في القناة